السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد معي في القناة. وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي. آآ هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية. آآ لمواليد برج الحوت. ان شاء الله. آآ هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في القراءة. آآ شايفة الطاقة المائية. آآ طبعا طاقتك يا برج الحوت. آآ وهنشوف لو في طاقات مائية تانية. شايفة في طاقات نارية. آآ في طاقة مائية تانية. شايفة طاقة برج العقرب. آآ وفي طاقة هواقية. آآ برج الحوت آآ عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن تعب اللي انا في فى دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. آآ عندك تعب في ظهرك من فترة. بيقلمك جدا. الف تلاية لكل مواليد برج الحوت. آآ انت بتعاني بقيلك فترة من الساعة بديك جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكم سحر. شايفة السبب عند بعضكم سحر. والسحر ده من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحطي بيضة. فيه ندم. شايفة حد ندمين? انت او الشريك في انفصال وندم وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة اكسية او الشريك عايز يرجع. فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن الثاني. بعض موادين برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. حزن وانتواء برج الحوت. وما بقاش عنده ثقة في حد. في الحلاقة اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز ديرجع. فيه حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز ديرجع خلاص. انت اخدت قرار بالبعض. وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. فيه تقاط ترابية ظهرت. اه في حد اتعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كارت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالذات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها. وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. جيل لما تكون حللت الموقف ويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ آآ يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون صح. آه. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف التاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. اي ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت ست بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعد جدا. انت والشريك بتحبوا بعد جدا. آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما رحتش لابطال السحر ده ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج اللي تقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا الربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج استدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان الكتير من مواليد برج الخوت آآ في عندكم قريب آآ في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين. المنفطلين. يعني في يعني لو المنفطلين هيكون في رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بازن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لاني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر هيحاولوا آآ آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفطلين في عنده حنين قوي. عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتاني هيكون في لقاء حلوة جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفطلين هو من النحيتين. ده السياه جامعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده تحاولوا تبطلوه. آآ آآ فيه هتلاقوا حلول. يعني فيه هتلاقوا حلول لاسترجاع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت هترجع احسى مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا به. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكامل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موريب برج الحوت. آآ طيب المنفصلين ثاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاقة. فيه الطرف تمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في في تفكيره في وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي نتجه تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلهم مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس ثانية. انتوا سمح بنيهم بكده. فلازم طرف فيكم يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس حيل سليمة. وده طبعا مش عيب ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك تاني. آآ عايز اطمن مواريد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا. آآ تواصل عاطفي. آآ وعملي كمان. وعلى فكرة في تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك. آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة. بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. وان احنا نفكر في حل المشكلة. آآ ان ازاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تختر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواتب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مايو فلكيا عندك كواتب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تصرفاتك. وتركت بافكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في رجود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش في اي تهول. اه في منكم اي سفر ممكن يتاح لي فرصة السفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي اي سفر ممكن يتاح لي فرصة السفر في الفترة دي. شايفة تعت كتير يا برج الخوت. سعب ومعاناية في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات اه انت قدمت في ها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة فيك في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي. الحب هيلغيه. في منكم يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكم هيكون ومنكم هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبالك بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحبه متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. خد داخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسباله. وفي هيكون في علاقة حب لطرف. انت تعرفه بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني بس مش هتعترف البعض في البداية. آآ برج الحوت يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة. آآ من فترة كبيرة وانتو تعبنين جدا. كتير منكو حاسين آآ آآ حاسين بدا لحد دلوقتي. يعني حاسين بالطعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ او الزبزباب بتاعتكم بالصلاة والاستغفار وآآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجة كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة اجيله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة قوي فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او للحاجات الايجابية. يعني يكون عندكم استقبال للحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. الكراءة انفهت. دي برج الخوت شايفها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك نصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس ازاي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور. آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص. السحر تبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جبت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها منوش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جبت معها نتيجة. ان شاء الله قريب. هعلن عنها. آآ هي ايه? هعلن لكم عنها كلها. بان انتم آآ تبتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جبت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتم كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكم كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهستمى التعليقات بتاعيبكم ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحمد.